اتكلم عن المصابين واتكلم عن كل حصل في التمرين وابن اتكلمش عن التدريب الفني يعني بشكل تفصيل احنا عارفين خلاص الدنيا كلها بتسمع دلوقتي وممكن يكون فيه سرية في التدريبات وممكن يكون الراجل مش عايز يشوف الدنيا بالنسبة له ايه والكلام ده طبعا شفناه قبل كده وكان فعلا مسمر لكن اتكلم على جزئية ان انا ازاي افوق فيرود او ازاي افوق لعيب انا كنت مستبعده او كنت مقعده ازاي رجعه ان انا اعمله تمرين تخصصي اللي مطلوب مني كمدير فني واعي مدير فني كويس اوي ان انا خلي دايما حضراتكم تشوفوا الفرقة او تشوفوا اللعيبة فاحسن ما يكونوا من صورهم الفنية والبدنية يعني اشوف احمد فتح دايما بالشكل اللي احنا شفناه في مبارات السوبر ازاي اشوف انا معدل اعمار معدل لقاءة البدنية احمد فتح ما شاء الله ما شاء الله لسه بدري اوي لما نتكلم عن السن بتاعه لكن بتكلم في العموم ازاي المدرب بيفكر ازاي ان انا بدري على التدوير لكن انا عندي ماتش الجمعة وماتش اللي اتنين فلازم اريح العمل مجهود كبير جدا مش عايز اقعد اتكلم على الراجل كتير لان انا بصراحة متفائل جدا جدا به وشايف حاجة فنية ان شاء الله تحصل كبيرة جدا ان شاء الله يغير من شكل النادي الاهلي الفني اللي احنا عايزين اللي احنا عايزين فدايما كل الدعم للمدير الفني والحمد لله الراجل ماشي على احسن ما يكون وعلى احسن ما احنا كمان بنتوقع اتكلم عن رجوع اللعيبة المصابين عن ازاره عن مروان اتكلم عن مروان هو يرتدي كناع الفترة اللي جاية باذن الله اتكلم عن كل اللعيبة المصابة افتقدنا لعيبة كبيرة جدا ان شاء الله كله يرجع في المباريات القادمة بسرعة جدا خلاص بقى كان في اخبار متعلقة بالتدريب خلاص مش هنقولها سامي قمصان بيقول بينركز في مواجد كانوس بورت وادافنا موصلة الانتصارات طبيعية جدا مدير ابن الاهلي ايا كان اسمه ايه لازم يتكلمه بكلامه بقى صح جدا احنا بنركز خلاص في المباراة اللي جاية بصرف النظر عن النتيجة اللي حصلت المباراة اللي فاتت للأهلي دايما بيبص المباريات بصرف النظر عن اي حاجة حصلت قبل كده وده دايما سمة من سمات البطل اتكلم كمان ان الجهاز الفني بكهودة رينيف فيلر دايما بتكلم مع العيبة ان احنا بنركز في كل مباراة بننسى المباراة اللي احنا كسبناها بنركز في مباراة اللي جاية عايزين كل مباراة نظهر بشكل فني اعلى واكبر وده اللي احنا كمان مستنينه منك يا ميستر فيلر انت وجهازك الفني والجهاز المعاون قال عايزين نعمل نتيجة باداء مش عايزين المكسب يخدعنا مش عايزين كل كل كلام في المقام الاول والاخير كلام تحفيزي كمان اسنع على اللعيبة بالسوبر المصري اللي احنا كسبنا السوبر المصري ده بدي انطلاقها كويسة جدا واندينا انطلاقها في الدوري بصرف النظر عن حجم المنافس واسمه والجهاز الفني بتاعه الكلام ده كله طبعا بفرق وكمان بتلعب ماتش برا جماهيرك مش اللي بتدعمك قوي اللي انت مستنيها تملى المدرجات فاكيد المباراة بتبقى برا من غير جماهير كمان او جماهير قليل بتبقى موضوع صعب شوية وبالرغم من كده الاهل يقدم اداء كويس قوي كمان كسب سلس نقاط مهمين جدا في بداية مشواره في الدوري العام واعرف كمان سامي امصان عن امله في رجوع مروان محسن ان شاء الله يرجع ويرجع بسرعة جدا كمان الكابتن الكبير الكابتن طه اسماعيل نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر اللي بيعتذر عن منصبه كابتن محمود الخطيب وجه للكابتن او دكتور طه اسماعيل وجه له الشكر في الفترة اللي ترقص فيها لجنة تقديد بالقرى مش هتكلم طبعا عن الكابتن طه اسماعيل او دكتور طه اسماعيل يعني اسم كبير جدا وراجل بيشتغل بمتال جهد والاخلاص اكيد ما ما نتكلم عنه مش هنديله حقه دايما بينور اي مكانه دايما بيكبر اي مكان هو فيه لكن انتو عارفين ندي الاهلي بقى ليه شكل وليه مبادئ وليه اسس الكابتن محمود الخطيب كان بتكلم ان ما فيش حد ينفع يحل المباريات هو شغال في ندي الاهلي فاكيد حضرتكوا عارفين تفاصيل كل الموضوع والكابتن والدكتور طه اسماعيل تواصل مع القناة ان هو يحاول يطلع برا السوديو اللي بيكون فيه ندي الاهلي طرف من طرف المباراة لكن طبعا ما يكون عندي خيمة بكومة الشيخ طه اسماعيل ابقى عايزه في كل السوديو كمان في المبارات الكبيرة ونشوف الدكتور طه موجود في النادي الاهلي لكن طبعا دكتور طه اسماعيل موجود في النادي الاهلي بصفة رسمية او بصفة غير رسمية هو ابن من ابناء النادي الاهلي ان شاء الله يرجع تاني بشكل رسمي ضياء وحيد ناشئ النادي الاهلي اللي تصاب فيه التمرينة لوحده كده تصاب جاله رباط صليبي الف سلام عليك يا كابتن ضياء ان شاء الله ترجع بسرعة جدا عمل عملية رباط صليبي نجحة مع الدكتور احمد ابو عبلة طبيب فريق الناشئين بالنادي الاهلي تعالوا نتكلم عن قلبه من النادي الاهلي اللي تكلم عليه العميد محمد مرجان وبصراحة نادي الاهلي معودنا على كده ان هو دايما صباك بفترة كبيرة جدا عن كل اللي حواليه عميد محمد مرجان بيقول ان قلبه من النادي الاهلي الرسمي جسر للتواصل مع الجماهير قال لو عندنا طبعا لقطات ممكن نعرضها عن التقديمة اللي كانت في قلبه من النادي الاهلي بحاجة انت كاهلاوي لازم تحس ان الناديك نادي كبير جدا ولازم تعرف لازم تتأكد ولازم تطيقن الناديك سابق كل اللي حواليه بمسافات ضوئية كمان عميد محمد مرجان مدير التنفيذ النادي الاهلي قال ان فكرة اصدار الالبوم الرسمي النادي الاهلي جات من منطلق حرص مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن الكبير محمود الخطيب على التواصل مع الجمهور وربطهم بالنادي ورموزه من مختلف الاجيال وجه العميد محمد مرجان الشكر للنجوم كرة القدم بالنادي الاهلي من الاجيال المختلفة والذين حرصوا على حضور المؤتمر الصحفي والذي عقد اليوم الاربعاء للإعلان عن اصدار اول الالبوم للنادي الاهلي اول الالبوم رسمي شدد كمان على النادي الاهلي مليء بالنجوم والرموز التي قدمت الكثير والكثير للرياضة المصرية موضحا ان فريق العمل الخاص بفكرة اصدار اول الالبوم للنادي الاهلي كان يعمل ساعات متواصلة من اجل خروج الالبوم للنور لتحقيق الهدف منه واهمها تكوين جسر بين النادي وجمهوره الغفير وجه الشكر كمان للعديد من ادارات النادي المختلفة اللي سهمت وساعدت واجتادت في مشروع الالبوم الرسمي للنادي الاهلي وفي مقدمتها ادارتها التصويق والاعلام والمستشار سعد شلبي مستشار التصويق لمجلس الادارة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي الاهلي دي قدام حضراتكم صور ارشيفية من ده من مؤتمر اكد كمان ان مجلس ادارة النادي الاهلي بيواصل عمل بهدوء وفي صمت من اجل الحفاظ على مكانة النادي الاهلي وتحقيق طموحات جماهيره الغفيرة والعريضة كمان عضو مجلس الادارة الدماطي بيقول مكسب او بيعدد مكاسب اصدار اول الالبوم تصويق للنادي الاهلي قال ان خطوة اطلاق اول الالبوم رسمي خاص بالنادي الاهلي تأتي ضمن عملية تطوير العمل التصويقي والتي وضعها مجلس الادارة منذ توليه المسئولية اضاف الدماطي خلال مؤتمر الصحفي قال ان اصدار اول الالبوم الرسمي للنادي الاهلي يأتي ضمن مخطط تنمية موارد النادي ووضعه في مصاف الاندية العالمية اكيد فيه طبعا مكاسب كبير جدا هيجنيها نادي الاهلي من هذا الالبوم الرسمي نادي الاهلي عنده يعني من الصور ومن البطولات يعني ارشيف كبير جدا نادي الاهلي بيمتلكه يعمل مليون الالبوم في الشهر كمان نروح لخبر تاني الكابتن جمال الغندور اشتركوا في القناة